اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بيحصلش في إضغامات. بمعنى أن انت بتشتغلي إما بالضي أو بالضي أبصرف أمام اسم الشخص. مثال آخر. سي لبير دو مارتان يدو مارتين. أنا بشاور على سي لبير هذا الأب وبقول سي لبير دو مارتان وإنهو والد مارتان يدو مارتين ووالد مارتين. لاحظ تكرار حرف غرد دو علشان اكد إن داه والد مارتان ومارتين. طيب أنا لو شيلت حرف جار 2 كأني بقول إنه والد مارتين وهذه البنت إنها تكون مارتين يبقى علشان أوضح إنه والد هؤلاء الأشخاص اللي هما مين اللي هما مارتين ومارتين فأنا قررت حرف جار 2 ملحوظة أهمة جدا بالنسبة حرف جار 2 وجزية يضغم حرف جار 2 أمام الإسم العالم وأسماء المهن مثال سيلو ليفر دو بروفيسور إنه يكون كتاب المعلم اللحظ تحول حرف جار 2 إلى دو طب دو دي عبارة عن إيه دو دي عبارة عن أرتيكل ديفيني كونتراكتي أداة معرفة مضغمة اللي هي أداة المعرفة المذكرة اللي هي ل زائد حرف جار 2 وفايداني الشكل ده لأن ما ينفعش إن أنا أقول د زائد ل خلي بالك ما ينفعش تقول هذا الشكل الشكل ده بيحصل له كونتراكسيون إضغام أمام الإسم المفرد المذكر اللي ما بده بيساكن وبستخدم بدلا منه كلمة دو يبقى سيلو ليفر دو بروفيسور إنه يكون كتاب المعلم طب عملنا هنا كونتراكسيون ليه لأن لما بقول سيلو ليفر دو بجيب وراها اسم علم أو اسم المهنة مثال آخر سيلو ليفر نقط بروفيسور خلي بالك عايز أقول إنه كتاب المعلمة كلمة بروفيسور نان في ميناء مفرد مؤنط علشان كده اشتغلنا ب دو لا سيلو ليفر دو ليليف إنه يكون كتاب التلميذ لاحظ انستخدام دو مع ال الاباستروف طب ليه فوق ما استخدمته شد دو لأن كلمة إليف نان كومان أيضا سيلو ليفر ديزي ليف إنه يكون كتاب التلاميذ كلمة إليف في الجامع علشان كده اشتغلت بي دي يبقى إمتى بيحصل كونتراكسيون إضغام مع حرف الجرد دو إذا أتى بعده اسم علم أو اسم مهن وبيكون الهدف هنا من حرف الجرد دو التعبير عن الملكية أو إكسبريمي لابوسيسيون لو عندي جملة زي سيلو ليفر دو مرتين وبدل ما بشتغل بحرف الجرد دو حبيت إني أشتغل بلاديكتيف بوسيسي في صفة الملكية علشان أعمل كده في مجموعة من الخطوات بنعملها هنقول إيه رقم واحد لازم نحذف أداة التعريف زي ما احنا شايفين في المثال الأول لما بقول لليفر دو تيو إجراء هتلاحظ أن أنا حاذف ل اللي هي أداة المعرفة رقم اتنين هنحذف حرف الجرد دو والاسم اللي بعدها اللي هو دو تيو وبعد كده أبتدي أختار صفة الملكية على حسب الاسم اللي أنا طبعا ملونه هنا اللي هو الاسم المضاف أنا هنا بتكلم عن كتاب مين كتاب تيو وتيو بيساوي الضمير إيل يبقى أنا هشتغل مع مجموعة صان صا سي طب كلمة ليفر مفرد مذكر إذن لازم أقول صان ليفر إجراء يعني كتابه بيكون كتاب كبير أو كتاب عظيم لما قلت لليفر دو تيو إجراء كانت بتساوي صان ليفر إجراء بنفس الطريقة لما هقول لبالون دو تيو أنا هنا بتكلم عن تيو يبقى هو مجموعة صان صا سي كلمة بالون مذكر إبقى هتساوي صان بالون لا كلي دو تيو المفتاح بتاع تيو كلمة كلي مفرد مؤنس يبقى هقول سا كلي لراكات دو تيو بكلم عن كلمة راكات اللي هي الجامع المؤنس في الجامع هنقول سي راكات طيب المثال اللي جاي ده مهم جدا بقول لكوبان دو تيو إدول يو طيب أنا بتكلم عن صديق مين بتكلم عن صديق تيو وليو طيب تيو وليو بتساوي الضمير إيلا فيكيس الجامع المذكر طيب ده بيخليني أشتغل مع مجموعة لير وراها مفرد أو لير أفيكيس وراها جامع كلمة كوبان طبعا مفرد مذكر إذن أنا هختار لير كوبان بمعنى صديقهم أي صديق تيو إدول يو أما لما قلت لكوبان دو تيو إدول يو أصدقاء تيو وليو فحضرتك بتشتغل مع الضمير إيلا فيكيس وكلمة كوبان في الجامع المذكر علشان كده أنا اشتغلت بلير كوبان في الجامع المذكر طريقة أخرى للتعبير عن الملكية باستخدام التعبير إيطر آ التعبير إيطر آ بيكون من فعل إيطر اللي بيأتي بمعنى يكون وتصريفه في زمن المضارع زائد حرف الجر الآ وحرف الجر الآ هنا خلي بالك بيكون ثابت فيكس حضرتك ما تقدرش تحزف هذا الحرف يبقى إيطر آ بيأتي بعدها اسم اسم الشخص أو ضمير اللي هو ضمير التوكيد وضمائر التوكيد زي ما احنا أخذناها قبل كده الضمير مو بمعنى أنا تو بمعنى أنت أو أنتي لو بمعنى هو ل بمعنى هي نو بمعنى نحن فو بمعنى أنتم أو أنتن أو حضرتك أو حضرتك في صيغة الاحترام او بمعنى هم للجامع المذكر وإل بمعنى هن للجامع المؤنس هنشوف دلوقتي إن شاء الله جدول مكون من 3 عواميد بيشرح لك إزاي تشتغل بالتعبير إيطر آ زائد الاسم أو زائد ضمير التوكيد ولو حبيت تتحول التعبير إيطر آ وتشتغل بدلا منه بصفة الملكية إيه الخطوات اللي هتعملها الخانة الأولى طبعا أنا مش كاتب فيها حاجة لأن عايز أعبر عن إن هذا الشيء ملكي أنا فما ينفعش أكتب فيه اسم لكن لما اشتغلت بضمير التوكيد طبعا قلت لليفر إي أموى أو لليفر إي طموى خلي بالك فعلي إيطر ممكن حرف الساكن إلى خير تنطقه إذا قاته بعدي الحرف المتحرك أو من حقك إنك ما تنطقهوش يبقى لليفر إي طموى الكتاب ده بيكون ملكي أنا طالما ملكي أنا بيشتغل مع ضمير جو مجموعة مما مي وكلمة ليفر مفرد مذكر فبتساوي سيمون ليفر يعني بيكون كتابي بالنسبة للخانة التانية برضو ما ينفعش أتحط فيها اسم لأنها عائدة على الشخص المخاطئ بالشخص اللي أنت بتتكلم معاه وبالتالي في ضمير التوكيد بنشتغل بالضمير طوا لليفر إي طا طوا بمعنى الكتاب ده بيكون ملكك طالما بقولك ملكك أنت بتشتغل مع مجموعة طون طا تي كلمة ليفر في المفرد المذكر هنختار سيمون ليفر أما لما تيجي تتكلم عن شخص ويتقول الكتاب ده ملك هذا الشخص فإذا كان مذكر على سبيل المثال الجملة دي بنقول لليفر إي آ مارتا أو إيتا مارتا الكتاب ده بيكون بتاع مارتا يبقى مارتا بيساوي الضمير إيل في ضمير التوكيد الخاص بي هقول لليفر إي طالوي الكتاب ده بيكون ملكه ملكه هو مجموعة 100 ساسي بتساوي 600 ليفر أما لليفر إي طا مارتين الكتاب ده ملك مارتين يبقى ملكها هي يبقى اي طا قل او سي صان ليفر بيكون ملكها لو عايز اعبر ان الكتاب ده بيكون ملكنا احنا انا ومرتان على سبيل المثال هقول لليفر اي طا مرتان اي ام وا يعني الكتاب ده ملكي انا ومرتان ده معناه ان لليفر اي طا واk meiska او سي نوتر ليفر طبح هنا اخترنا صفة الملكية نوتر ليه لان لما قلت ده كتابنا فانا باشتغل مع صفة الملكية نوتر اللي وراها مفرد لو عايز أقول الكتاب ده بيكون ملككم أو ملك حضراتكم فبقول لوليفر إي تا مارتان إي أطوى يعني الكتاب ده بتاعك إنت وي مارتان طيب حضرتك بتشتغل مع الضمير فو في ضمير التوكيد لوليفر إي تا فو طيب الفو بتخلينا اشتغل مع سفة الملكية من فوتر وراها مفرد وفو وراها جامع كلمة ليفري في المفرد فبقول له سي فوتر ليفري يعني ده كتاب حضرتك التعبير إي تا ممكن أيضا أستخدمه زائد اسم في الجامع المذكر أو بأكتر من شخص لما بقول لوليفر إي تا مارتان إي أجون يعني الكتاب ده بيكون ملك لي مارتان وي جون معناها لوليفر إي تا او وطبعا طالما اشتغلنا بالإي لفكيس يبقى لازم تختار لير وراها مفرد واللير وفي كيس وراها جامع كلمة ليفري في المفرد فاخترنا لير ليفر بالنسبة للجامع المؤنس لو أنا عايز أقول ده كتاب الطالبات أو كتاب مارتين ويليا فبقول لوليفر إي تا مارتين إي أليا معناها لوليفر إي تا أيل يعني الكتاب ده بيكون ملكهن وطالما اشتغلت مع الضمير إي لفكيس يبقى بدنا أخد لير وراها مفرد بمعنا بيكون كتابهم بكذا الحمد لله نكون اتعرفنا على كيفية التعبير عن الملكية اكسبريمي لابوسيسيون بالثلاث طرق الطريقة الأولى كانت لاجيكتيف بوسيسيف صفة الملكية الطريقة الثانية كانت لابريبوزيسيون ده حرف الجرد الطريقة الثالثة الإكسبريسيون إي ترا أ اللي هو التعبير إي ترا أ يكون ملكي لي وشوفنا جاء بعدي اسم وجاء بعدي ضمير التوكيد لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد أشكركم شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر